مشاهدين تابعنا مع حضراتكم ملخص لفعاليات انطلاق وافتتاح مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية واللي كانت امس واتكلمنا مع حضراتكم عن بعض الفعاليات اللي هتكون موجودة حقيقة فيه فعاليات كتير جدا اكتر من 300 فعالية موجودة على هامش مهرجان العالمين الجديدة كلمنا معاكم عن كواليس حفل الافتتاح مبارح ايه اللي حصل مبارح وهنكون معاكم طبعا فيه تغطية خاصة على مدار ايام المهرجان من 11.37.8 هنكون مع حضراتكم كل يوم ثانية بثانية بنتكلم معاكم عن الكواليس وعن الفعاليات اللي موجودة هنا هنعرفكم وهنكون دليل لحضراتكم على اللي بيحصل فيه مدينة العالمين الجديدة والحقيقة انا بدأ حضراتكم ومن موقعي هذا اعتقد ان الصورة كمان ابلغ من الكلام شايفين المنظر اللي ورايا حتى الجو حقيقي حلو جدا حتى لو فيه شوية حرب بس فيه كمان نسمة هوا حلوة جدا بدأ حضراتكم ان انتوا تزوروا هذه المدينة بجد تستاهلوا ان انتوا تيجوا وتشوفوها وايضا تستمتعوا بمهرجان العالمين الجديدة المهرجان اللي فعلا يعني قام عليه ايادي مصرية شباب مصري افكار جديدة وافكار خارج السندوق تستحق الاشيادة وتستحق ان احنا كمان نقف وراها وندعمها ونبقى عارفينها وعارفين ايه اللي بيحصل عندنا وفي بلدنا حاولوا تيجوا تستمتعوا بكل الفعاليات الموجودة هنا ان كانت الفعاليات الرياضية الثقافية المصرحية الفنية حقيقة هتستمتعوا وفعلا المهرجان يعني لكل الفئات وفي متناول الجميع حتى يمكن سمعنا مؤخرا عن الشاطئ العام والمجاني اللي اقامته شركة المتحدة الخدمات الاعلامية حقيقي الاجواء هنا تستاهل ان انتو تيجوا وحقيقي لما تيجوا هنا هتلاوي انه يعني مصر وقوة نعمة ويمكن الميزة الجغرافية الخاصة الله بها مصر حقيقي تستاهل ان احنا نكون موجودين هنا وتستاهل كمان ان احنا نستمتع بيها